وإحنا معظم المصريين شايفين أننا على الأقل على زاوية أننا بدأنا نفهم بعض التحركات المصرية اللي كانت بتحصل من فترة بدأنا نفهم أن مصر كان بتستبق في بعض الملفات أول حاجة احنا كلنا متكلم فيها النهاردة الأمح أعتقد كمان الغاز إيه الحاجات اللي ينفع حادتك نحطها كرؤوس مواضية مصر استبقت وتحركت لأنها قرأت الأحداث مبكرة خلينا نقول طبعا في البداية خالص هو إصلاح اقتصادي إحنا دولة كانت خارجة من أزمات كبيرة جدا ومشاكل كبيرة جدا زي أن أنا أبدأ إصلاحات اقتصادية وبعد ما ينتهي أبتدي أن أنا أبدأ إصلاح هيكلي بأن أمجين دولة اللي هي قلوة أهمية عن بعض ويمكن كمان بالنسبة للإصلاح الهيكلي وفكرة أن أنا أبتدي أتحرك على توطين للصناعة أبتدي أتحرك على قطاع الزراعة أبتدي أشوف ملف الأمح وأن أنا أعالج مشاكل كبيرة جدا في موضوع زراعته وأبتدي أعالي من أسعار توريد وأن أنا أبتدي أروح لملف الطاقة كانت بستورد الغاز الطبيعي أوصل للاكتفاق الزادي في نهاية 2018 بعد كي يبقى عندي فوائد أوجهها للتصدير ملف زي الكهرباء كانت عندنا أزمة كبيرة جدا في 2012 يبقى عندي بعد كده اكتفاق الزادي وبحكي يبقى عندي فوائد وأوجه لربط كهربائي احتياطي أجنبي وده واحد بعد من ملفات المهمة إزاي أن أنا برغم من جائح الكورونا والتدعيات والمشاكل دي كلها أن أنا أوصل لي حوالي واحد وعبعين مليار دولار كاحتياطي أجنبي وأحافظ على التصنيف الاقتماني الخاص بي أمام موكلات التصنيف الجزء كمان خاص بيه توقعات معدلات النمو والاقتصادي الفكرة الخاصة بيه ملفات التنمية اللي الدولة تحركت عليها في جميع الأنحاء دي كلها أكيد ملفات مهمة جدا وقدرت بشكل واضح أن هي بده تدي للاقتصاد المصر القدر أنه يتعامل مع الملفات دي كلها ومنتهى القوة ليه؟ لأن لو كان وضع الدولة بدون إصلاحات اقتصادية بدون وجود مشاعات قومية وبدون وجود الحكومة بشكل بيئة أكيد كان هيبقى الوضع أصعب معاك بس أنا نفسي أفهم مش بشكل عام يعني نفسي أفهم بشكل خاص إحنا معلوماتنا بتقول أنه إحنا من أكتر الدول المستوردة للأمحة مصر وإحنا بنستورده من روسيا وأوكرانيا يعني إحنا بنتكلم في أزمة غذاء مصر استبقت وحضرت نفسها وحتى سمعنا أنه الأخبار أنه عندنا ما يكفينا حتى نهاية ديستامب سؤالي بقى إلى أي مدى ده أمان أكل العيش بتاعنا إلى أي مدى مصر أمنت هذه الخطوة وإلى أي مدى عندنا بدائل إحنا عندنا مخزون حوالي كافينا تقريبا حوالي أربعة وشهر الحكومة بدأت تتحرك على برامج مرتبطة بالتحوط فكرة أنه إحنا يبقى عندنا تحوط نتيجة التقلبات اللي بتحصل في الأسعار ابتداء نشوف يمكن إعلان من جانب روسيا خاصة بالسعر بالنسبة للأمحة لأنه كان فيه رسوم اللي هي خاصة بيه التصدير أو ضيب التصدير يعني إجاز التعبير ذلك أنه يحصل فيها تخفيض يمكن خلال بداية الشهر القادم ودي هتبقى فرصة كبيرة جدا للحكومة وزارة التموين أنه يتم التعاقد بشكل سريع على هذه الأسعار لكن برنامج التحوط للحكومة مش بدأته من المرات دي أو من الوقت دوات لكن لأ بأننا فترات بنتحرك على التحوط بالنسبة لبعض السلع كمان يعني الأمحة بيبقى فيه على البتول للحاجات اللي هي السلع أساسية وبيحصل فيها تقلوبات بشكل كبير نتيجة الزروف اللي بيمر بيها العالم فإحنا بناخد بقامج التحوط دي بيبقى فيه استناد لي أو عروض بتتقدم من مجموعة من الشركات وبنبدأ نعمل الديل الخاص أو الاتفاق الخاص به هذا التحوط بحيث أن أنا حافظ على الأسعار بنرجى التحوط ده بيبقى ليه تكلفة طبعا الدولة يعني يمكن في المتوسط حوالي مياكم من حوالي 5.5 مليار دولار بتبقى دي تكلفة لكن بيجنبني طبعا مشاكل كبيرة جدا منطبطة بانفلاتات الأسعار نتيجة أي الزروف بتحصل فإحنا بنتحرك على ملف التحوط بنتحرك على ملف أن نحن نوصل لمستوات أعلى من الاكتفاق الذاتي إحنا تقريبا اللي إحنا بننتجه يعني خلينا نقول تقريبا 50% من احتياجاتنا الـ 50% التانيين إحنا بنستويدهم من الخارج الاستراد من الخارج بيبقى 50% من روسيا 30% تقريبا من أخرانيا 20% من أسوأ أخرى في الأزمة دي تبتدت تتعارض بدائل تانية طب نشوف أسوأ تانية لو الأسوأ دي حصل فيها مشاكل يعني يمكن قد من البداية ما توحى ممكن تكون الهند لكن هي الفكرة كلها برضو إحنا بنشوف الأسعار والأزمة دي لأن زي ما يمكن دكتوري شام كان بيقول آه الأزمة دي موجودة وشايفين تقلبات في الأسعار كانت شديدة جدا وقفزات كبيرة جدا مبارح لكن النهار ده هنلاقي أن لأ في حاجات تبتدت تستقر في وضع كمان لو إحنا استنينا تنظر بعض ايام ممكن الوضع العالمي وقصد العالمي أو مستويات الأسعار يحصل فيها دو يعني حتى على سبيل المسال حضرية كنت تذكرت يمكن موضوع الذهب طب ما إحنا نبارح إحنا كنا بنشوف تفعات كبيرة ونهار ده حصل تراجع فبالتالي أنا ما أقدرش أخد لقطة معينة أو سواء وحكم وعمم عليها كل دي حصل فيها تقلبات كبيرة حتى نبارح إحنا شوفنا الدولار بيبتدي إيه لنهار ده بتدى يتفع ودها بالعكس فبالتالي دي كلها أكيد تقلبات صريعة جدا نتيجة الصدمة إحنا بنوع عليها صدمة حصلت صدمة اقتصادية ما بعد الصدمة لا بالضبط